أعزائي مشاهدة كرة بلاس في كل مكان بعد نهاية مباراة اليوم بين الزمارك وحرص الحدود هناخد بعض الحات الحكمية ونتكلم عليها ونحددها مع بعض وهنبدأها بلقطة حكمية مهمة من مطش سموحة والتحاد سكندري مبارح هنشوف نبدأ بلقطة سموحة والتحاد سكندري ده لعب متعمد من المدافع المهاجم ده موجود في موقف تسلل هنشوفوا اللعبة ده لعب متعمد من المدافع راح للكرة ولعب والمهاجم ده موجود في موقف تسلل القرى بتحصل في الملعب بالضبط ان الحكم بيقول الحكم المباراة من دوره ان يقول للمساعد بتاعه المدافع لعب المدافع لعب المدافع لعب وبالتالي بيستمر اللعب ده اللى حصل في اللقط دي ولما استمر اللعب جاء تسجيل هدف وتميز كبير من حكم المباراة من الحكم المساعد وده كان لقطة مهمة جدا إيجابية وكان لكتبانزل يجيبها من مطش سموحة والاتحاد السكنداري في نفس المباراة كان فيه لقطة شفناها ان المساعد الاول سامي هالهل كان بيدخل جوه الملعب ده بيحصل بتعليمات من الاتحاد دولي ان انت وانت في هجمة مرتدة والحكم بعيد بتدخل جوه الملعب بتسيب خطة خالص بتدخل جوه الملعب عشان تبه في الوقت ده بتقوم بدورين اثنين دور المساعد اللي زبط تسلل وبيكمل اللعبة ودور الحكم اللي هو بعيد وانت بتقرب الخطوطين 3 جوه الملعب او 4 خطوات جوه الملعب عشان تشوف لو فيه احداث خاصة بحكم المباراة ممكن تساعده في اللقطة دي وبالتالي كان دخوله جوه الملعب لتعليمات وبتتنفس في البطوات الكبيرة في الاتحاد الدولي عشان تساعد الحكم لما يكون بعيد بالذات في اللقطات اللي القرى فيها مرتدة والقرى جاء سريعة والحكم يكون بعيدة عن احداث وبالتالي احنا شوفنا مبارح في سموحة والاتحاد السكندري طعم تحكيم مميز عمل مباراة مميز هناخد مطسينا النهاردة الزمالك وحرس الحدود المسكة دي المسكة دي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن اختلف مع محمود فيها محمود ناجي فيها المسكة دي لازم المحمود فيه هجمة وعدة فيه مساحة وفيه هجمة وعدة لازم المسكة دي تبقى فيها انذار للاعب نادي الزمالك اللعبة التانية اللي فيها تميز من محمود ناجي هو اللي احتسب راكل الجزاء في وجود في المكان ده اهمال من مدافع حرس الحدود اللعب اهمال وراكل لاعب نادي الزمالك وبالتالي راكل الجزاء صحيحة الحكم موجود في مكان ممتاز احتسب ما استناشه الفار يديره القرار وبالتالي احتسب راكل الجزاء صحيحة لنادي الزمالك ده المهم ان الحكم في المال اللي معه بيحتسب والفار يأكد على قرار الحكم النهاردة مبارات الزمالك وحرس الحدود طعم تحكيم بقيادة الدولي محمود ناجي قد بصورة محترمة جدا وأداة تحكيمي مميز نتمنى استمرار بالصورة دي في المبارات القادمة إن شاء الله دي كل حاجة عندنا في تحكيم النهاردة شكرا لكم سلام عليكم